اشتركوا في القناة فجأة نكتشف ان احنا رقم واحد تريندينج على مستوى مصر مدينين بالفضل الجمهور النادي الاهلي مدينين للناس اللي داخل منظومة النادي الاهلي مؤمنة ان منظومة النادي الاهلي تستحق صناعة كوادرها الاعلامية بفتكر كابتن محمود الخطيب لما وقف وقال للناس الف شكر بنقول لكم الف شكر ما فيش حاجة توفي اللي انتو بتعملوه معنا وان شاء الله نكون على قدر المسؤولية ان شاء الله يا فارس بنرحب بيكم مرة تانية يمكن اكيد لما حد بيكون ظهوره على شاشة قناة النادي الاهلي وبتحمل شعار النادي الاهلي بالتأكيد بالتأكيد ده شيء بيكون مهم جدا الاصعب ان انت تغيب عن الشاشة دي لفترة لكن يمكن غيابنا الفترة دي حسسنا بنعمة بجد فعلا كنا ممكن ما ناخدش بالنا منها جدا ويا حب الناس ودعم الناس لينا طوال فترة الغياب دي وثقة الناس ان احنا بنقدم محتوى يليك بشاشة النادي الاهلي والمسؤولين عن القناة والمسؤولين عن النادي الاهلي ويليك في المقام الاول بجماهير النادي الاهلي فكل الشكر لحضراتكم ودي مسئولية كبيرة بنتحملها بالتأكيد انا وفارس وكل فريق العمل اننا دايما نكون عند حص نظرنا حضراتكم ونكون بنقدم دايما المحتوى اللي يليق بالمكان اللي احنا فيه ده قناة النادي الاهلي وطبعا اي حاجة بتحمل شعار النادي الاهلي لازم تبزل كل الجهد عشان تكون على قدرها يارب دايما نكون عند حص نظراتكم الاهلي نعمة يا احمد وفيه ناس كتير مش عارفة ده الاهلي نعمة كبيرة جدا لازم تحافظ عليها رسالة لكل حد بينتمن للنادي الاهلي